بعث الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنية إلى الرئيس إنجي دودا رئيس جمهورية بولند الصديقة بمناسبة ذكر إعلان الجمهورية لبلاده وعبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وعضاء المجلس عن تمنياته للرئيس البولندي بموفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب بولند الصديقة المزيد من التطور والازدهارة كما أعرف الرئيس العليمي عن عظيم تقديره للموقف البولندي الثابت لجانب الشعب اليمني وقيادته السياسية وتطلعاته لاستعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار والسلام